ترجمة نانسي قنقر والغفيا والقيب وهناك عدد قليل من الدول التي تعتمد اجازة الحيض حاليا اغلبها في اسيا مثل اليابان وطيوان واندونيسيا وكوريا الجنوبية ووفقا لجمعية امراء النساء والتوليد الاسبانية فان حوالي ثلث النساء يعانين من الحيض المصاحب لألم شديد في البطن والاسهال والصداع والحمى لا تنسوا الاشتراك في القناة وضط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد وان اعجبكم فيديو اضغطوا على زر الاعجاب